هل هناك فضلة الشيخ صور أخرى أيضا مستحدثة يمكن الاستفادة منها للوقف قد لا تكون الصور الحديثة متصلة بنوع الأوقاف الأصول الوقفية وإنما في طريقة إدارة هذه الأوقاف ماذا يصنع لتنمية هذه الأوقاف و لحفظها و صيانتها و لضمان إيصال عوائدها إلى المستحقين لها فكثير من القائمين على الأوقاف يقفون عند حرفية الوقف أو مستند ذلك الوقف ولا يلتفتون وهذا يقع فيه أيضا الواقفون أنفسهم لا يلتفتون إلى أهمية تخصيص جزء من الريع لما يحتاجه الوقف نفسه فمن صيانة و إصلاح و إعمار و كذا الحال بالنسبة إلى ما يحتاجه الناظر الوكيل الذي يقوم على هذا الوقف نعم و هنا نجد أنه في هذه الحالة يمكن التصرف إذا عوائد هذا الوقف بجملة من الوجوه أيضا مما ينبغي الالتفات إليه في واقعنا المعاصر فذلك المقدار المدخر لصيانة الوقف لصيانة الأصل و للقيام بإصلاحه و شؤونه يمكن أن إن لم يحتج إليه يمكن بعد ذلك أن تعظم به الأصول الوقفية نعم و هناك وجه آخر و هو المبلغ المدخر لمقابلة ما يتعلق بهلاك العين فينبغي أيضا أن يكون هناك جزء مدخر لتلافي هلاك العين لا سيما فيما يتعلق بالبيوت و الدور و المساكن نعم و كذا الحال بالنسبة للأموال الخضراء أيضا فإن مرت السنون و لم يحتج إليه فيمكن أن يؤخذ جزء منه لتنمية الأصول أيضا لتنميتها و تثميرها لتعظيم العوائد في المقابل نعم كذا الحال بالنسبة إلى أخذ جزء لا يؤثر على حقوق المنتفعين الموقوف عليهم رعاية لمصالح هذا الوقف فإن حصل و قام القائم على هذا الوقف بإيصال حقوق المنتفعين بما يحقق لهم الكفاية و بما يبرئ ذمة الواقف و يحقق مقصود هذه الصدقة الجارية فلا مانع أيضا من أخذ جزء من هذا الريع لأجل تعظيم الوقف نفسه إذن هذه الوجوه في واقعنا المعاصر أصبح مما لا بد منها من أجل حفظ هذا الوقف و تنميته و ضمان بقائه و ديممته نعم بارك الله فيكم فضل الشيخ